اشتركوا في القناة وعشان نعمل المدالية بتاعتنا هنحتاج خيط زي كده هتجبه اي لونة عادي هنعمله باللون ده وهحتاج خيط اوف ويت وهحتاج فايبر وابرة وخيط ابرة عادية ابرة لدمة عادية وخيطة اسود هنا بقى هنعمل انا عملت هنا الودان بتاعت الدبدوب عملت واحدة هوريكو التانية بتتعمل ازاي وهنعمل دايرة سحرية مكونة من 14 غرزة حشو دلوقتي نبدأ في الاول نعمل الودان الخيط ده انا بستخدم معاه ابرة رقم 4 تجي نعمل دايرة سحرية هنا المدالية كلها تتعمل بالدايرة السحرية هرتفع بغرزة تسبيت وهشتغل جوه الدايرة ست غرزة حشو هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنقفل آآ الطايرة بتاعتنا نشد الخيط كده وهقفل آآ في اول غرزة احنا اشتغلنا فيها بمنزلقة ستة وبعد كده مش هنقفل تاني هنشتغل داير ما يدور في الشغل كله دلوقتي انا عندي هنا ستة غرز هعمل فيهم تزايد هيبقى 12 عشان ارتفع سلسلة ولا حاجة هنخش في اول غرزة ونعمل غرزتين شكل دا شكل دا اريد انت لدينا اخر غرزة برضو هنعمل فيها تزايد كده دي الغرزة الستة الستة ولما عملنا فيها تزايد بقيت كده 12 ويقولنا مش هنقفل مش هنقفل المفروض بقى دلوقتي نعلم اول غرزة حنا كنا نشغالين فيها اللي هي دي عشان بعد كده هنلف داير ما يدور تدي اعلمها باي حاجة عندي وديكم مثلا يعني اي خيط اي علامة اولا نشتغل الغرزة دلوقتي هنشتغل اربع سطور حشو من غير تزايد ولا تناقص ولا اي حاجة بس كده انا علمت الغرزة هبتدي دلوقتي هنشتغل زي ما قلت لكم اربع سطور علشان تتجاوف معنا وهيطلع شكلها في الاخر زي كده تدي دلوقتي ان انا ارتفع بالسطور اربع زي ما قلت لكم من غير تزايد ولا اي حاجة ولحد ما نيجا عند العلامة وبرضو هنلف داير ما يدور و هنشتغل فيها بغرزة الحشو بغرزة الحشو انا كده عندي اه اشتغلت اول سطر وصلنا للعلامة هنشيل العلامة ونشتغل سطر كمان اه دلوقتي انا زي ما قلت لكم هشتغل اربع سطور من ورزة الحشو اه دلوقتي اه هبتدي انا ارتفع تاني تلت سطور كمان وهارجع معاكم تاني وهنا دا شكلها بعد ما ارتفعنا الاربع سطور هنبتدي نشيل العلامة ونشتغل بغرزة على الهواء كده وهنسيب حتة من الخيط طويلة علشان نعرف نخيطها في الروس اللي هنعملها دلوقتي هيبقى شكلها كده هيبقى شكل الودان اهو هنعمل كتعتين زي كده وزي ما قلت لكم هنعمل اه دايرة سحرية مكونة من اربعة عشر غرزة حشو علشان هنعمل بقى الانف بتاع المداليا اه دلوقتي مش هنحتاج الخده تاني هنعمل دلوقتي اه الراس وهنا برضو عملناها قبل كده في حلقة اه عملناها في في الحلقة بتاع المقلمة واللي عايز يشوف حلقة المقلمة هيرجع لها تاني وهيشوفها تمام انا دلوقتي سعمل دايرة سحرية برضو بس هشتغل بابرة اكبر عشان الخده سميك اه هشتغل بابرة رقم ستة هنرتفع غرزة على الهواء و هشتغل خمس غرز حشو جوه الدائرة كده بالشكل ده عندي كده ثلاثة اربعة خمسة و هنبتدي نشد الخيط و هنقفل الدائرة بتاعتنا بغرزة منزلكة و برضو مش هنشتغل غرز منزلكة تاني هنشتغل دائر ميدور هنخشف اول غرزة احنا اه ارتفعنا بيها اه اول غرزة احنا اشتغلنا فيها بشكل ده كده و مش هنرتفع تاني هنبدل هندلوقتي هنعمل تزايد في الخمس غرز هنخليهم عشرة و احنا طبعا عارفين التزايد بتعمل ازاي في غرزة الحشو هنخلي الغرزة غرزتين تماما دلوقتي هعمل التزايد و هرجع لكم ده و هنا بعد ما انتهنا من التزايد و بقت عشر غرز دلوقتي هنبدأ السطر الجديد و هنعلموا عشان ما نتلخبطش هنخش دلوقتي في الغرزة عادي و هنشتغل دائر ميدور بغرزة الحشو دلوقتي هعمل غرزة حشو و غرزة تزايد و عندي كده انا عملت غرزة الحشو و علمناها هنبتدي دلوقتي نعمل التزايد و هنكمل كده الاخرز سطر واحدة حشو و واحدة تزايد لحد ما نوصل للعلامة و هرجع لكم نشوف السطر التاني هنعمل في ايه هنا بعد ما عملنا الغرزة الحشو وبعد كده التزايد و وصلنا للعلامة هنشيل العلامة و نبتدي نشتغل السطر الثالث دلوقتي هنشتغل ايه اتنين حشو و واحدة تزايد عندي هنا عقدة هداريها عادي تحت الشغل كده كده هنحط فيها الفايبر و هتبقى جواه الشغل تمام انا اشتغلت هنا اول غرزة حشو اهي بالشكل ده هنعلمها وهنشتغل اه تاني غرزة حشو وبعد كده هنعمل التزايد بالشكل ده وهنبتدي نكمل كده لاخر السطر اه اتنين حشو و واحدة تزايد تزايد هنكمل كده الاخر السطر زي ما قلت لكم اه اتنين حشو و واحدة تزايد لحد ما نوصل للعلامة وهنا وصلنا للعلامة وهنبتدي نشالها و نعمل السطر اه اللي بعده والسطر اللي بعده هيبقى ثلاثة حشو و واحدة تزايد يبقى هنبدأ من الاول بنعمل الغرزة العادية بعد كده لذهبنا تزايد فيها كلها بعد كده بنعمل واحدة حشو و واحدة تزايد وبعد كده اتنين حشو و واحدة تزايد ودلوقتي هنعمل 3 حشب و 1 تزايد وبعد كده هنوقف التزايد خالص ونشتغل سطور من غير تزايد ولا تناقص وبعد كده هنرجع نعمل تناقص في الآخر تماما دلوقتي هشتغل السطر كله 3 حشب و 1 تزايد وهوقف التزايد وده شكلها بعد ما وصلنا للعلامة دلوقتي انا هشير العلامة وهشتغل كلها غرز حشب وخلص كده احنا وقفنا التزايد هنبتجي نرتفع خمس سطور من غرزة الحشب و من غير تزايد ولا تناقص كده دير ميدور لحد ما نوصل للعلامة هبتجي ان انا ارتفع بها زي ما قلت لكم خمس سطور وهارجع لكم تاني ده شكلها بعد ما ارتفعنا بالسطور انا هنا ارتفعت اربع سطور بس من غرزة الحشب وعلشان الخيط عندي سميك يعني عشان ما تبقاش شكلها كبير اوه في المدالية فانا ارتفعت باربع سطور بس انت لو عندك خيط رفيع زي كده هتشتغل بيه هترتفعي ستة من السطور من غرزة الحشب تمام انا دلوقتي هبتدي ان انا تناقص هشيل العلامة احنا انتهينا في التزايد عملنا تلاتة حشو وواحدة تزايد دلوقتي هنعمل تلاتة حشو وواحدة تناقص انا اعلم اول غرزة حشو عملناها هنعمل اه اتنين تلاتة وبعد كده تناقص خفزة اللي وردتلكوا قبل كده في حلقة المقلمة هنخش في الحلقة الامامية وهنرجع نخش في الحلقة اللي جنبيها بعد عندي تلات حلقات هنطلع من اتنين وهنطلع من الاتنين التانين وهنكمل كده تلاتة حشو وواحدة تناقص لحد العلامة كده عندي اتنين حشو هنعمل دلوقتي تناقص هنخش في الحلقة الخلفية وهنرجع تانين نخش في الحلقة الحلقة الامامية قصدي والحلقة الامامية في الغرزة اللي جنبيها وهنطلع من اتنين وهنطلع من اتنين كمان وهنبتدي نكمل كده لاخر السطر لحد العلامة تلاتة حشو وواحدة تناقص والسطر اللي بعدين هنعمل اتنين حشو وواحدة تناقص يعني انا هخلص السطر ده وخلص السطر اللي بعدين وهارجع لكم هيبقى شكلها كده بعد ما خلصنا السطر اللي قلتلكو عليه اتنين حشو وواحدة تناقص دلوقتي هنعمل واحدة حشو وواحدة تناقص وبعد كده هنخلي الغرز كلها تناقص هي هنا هي الغرز عندنا والتجويف ده معنا هنبتدي ان احنا نحشاها فايبر عشان لو قفلت او مش هتعرفي مش هتعرفي تحشاها فايبر تجاننا احشاها بالشكل ده مش عندك فايبر عادي ممكن تحطي قطن اي قصقص عندك المتاح عندك هتحطيه عادي وكله هينفع على فكرة المدالية دي انت ممكن تعملي بها تعملي منها مشروع هايبقى كويس قوي اه انا هتجيب الخيط وهتعملي منه مداليات زي كده وهتشتري مداليات حاجات زي كده اي سلسل عندك ممكن تعمليها انا عندي كانت سلسلة اه اطعت منها دي وحطيت فيها بتاعة المدالية بتاعة المفاتيح عادي اي حاجة عندك موجودة هتمفعها تمام انا كده اه عملت الفايبر فيها كويس هبتدي ان انا اقفلها احنا قلنا هنعمل اه واحدة حشو واحدة تناقص هنشيل العلامة وهنعمل اه واحدة حشو وهنعلمها برضو عشان نبقى عارفين احنا هنقفين وهنعمل دلوقتي التناقص طبعا اللي مش هعرف الحشو والتناقص والحاجات دي هيرجع للحلقات اللي فاتت ويتعلمها وهنكمل كده لحد العلامة اه واحدة حشو وواحدة تناقص كده بالشكل ده هكمل لحد العلامة اه اه انا هنا وصلت للعلامة واشلتها ابتدي دلوقتي ان انا هتناقص فيهم كلهم مع بعض عشان نقفلها خالص كده هش اه في الغرزتين الاماميين وهتناقص فيهم ده اخر سطر معنا اخر سطر هنطنقص فيهم كلهم انا كده عملتلكم اه دي هتنفع كورة ويعني ممكن تعمليها للاطفال كورة كبيرة اه تنفع راس دبدوب راس قطة كده يعني ممكن تعملي منها حاجات كتير الدايرة السحرية اصلا انا بتعمل يعني ممكن تعملي منها اشكال كتير جدا برضو اللي ما شافش حلقة الدايرة السحرية بيرجع اه للحلقات اللي فاتت وتعلمها انا هاخد هنا غرزة على الهواء واطلع كده انا خلصت هيبقى شكلها كده معي هبتدي دلوقتي هنظف الخيط ده وبعد كده هنشوف نركب الودان ازاي عندي هنا هبتدي ان انا سبت الودان بدبابيس هنحطها كده تمام هسبتها بدبابيس ودخلت الخيط اللي انا قلت لكم سيبه خط ويل فيه اه دخلته في الابرة علشان خطر هنخيطها فيها تمام اه دلوقتي هتتسبتها كده بدبابيس والودان التانية برضو هتزبطيها في الهواء تحاولي تزبطيها كده وهتحطيها برضو بدبابيس تمام اه دلوقتي بها هبتدي ان انا اخيطها في الهواء هخيطها بنفس الخيط بتاعها كده اهو نحاول ان احنا نداليها تحت الحاجة عشان ما تبانش كده وهبتدي ان انا اطلع كده وهبتدي ان انا هخيط الودان بالطريقة دي كده اه دير ميدور ونرجع مع بعضي تاني نشوف شكلها ايه هيبع شكلها كده بعد ما ركبنا الودان اه دلوقتي هنبتدي ان نثبت الدايرة اللي احنا عملناها هنوستنعها كده عشان جاء تبقى الامف هنوستنعها كده وهنبتدي ان احنا هنلف بالخيط دير ميدور ممكن بردو ان اه انوستنعها نحط فيها الدبوس كده عشان نبقى عارفين اه هنعملها ازاي عشان ما اه ما تتفكش من اه بتدي اخش اه تحت الشغل كده بالابرة والخيط وممكن عادي تخياطيها بالابرة والخيط اللي هو بتاع الخياطة العادي كده كده هتدي ان انا هخش زي ما قلت لكم تحت الخيط كده عشان ما فيش حاجات باين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس كده هي خلصت معانا ابتدي بقى ان انا هاطلع منا هاد الوقت هنشيل التبوس اللي حطناه و ممكن نعمل الخيط يعني ممكن نعمل العين بالخيط عادي و ممكن نحط العيون متحركة زي كده شكل ده اللي موجود عندك هتعمل بيه دلوقتي ان انا نعمل العين هتعمل العين بالخيط هتعملها بالشكل اللي انا موريهولك هنا دلوقتي انا هفك ده و هعمل لها بالعين دي يعني اللي موجود عندك هتعملي انا وردتك الطريقة دي و وردتك ممكن تجيب العيون دي برضو من عند مستلزمات الخيطة و كده و هتتركبها بشامع هتدلوقتي هتدي ان انا نركبها بالشامع العادي بتاعنا و هارجع لكم تاني هنا بعد ما ركبت العيون هتدي ان انا اعمل الجزء دم من الانف بالخيط الاسويت هم دخلا كده دخلا كده هم 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 دخلا كده اشتركوا في القناة شكرا وهبتدي ان انا اعمل المثلس اللي انا عملته في النص هقفل الجزء دي كلها بالخيط وهرجع لكم تاني بعد ما اقفلت المثلس اللي احنا عملنا بالخيط خلص كده احنا خلست معينا الماديليا هنبتدي ان احنا نعلقها في هنفتح كده الحتة دي. نبدأ ندخلها في نص الراس كده. هتوستنيها في نص الراس وتبتدي تدخليها وتقفلي عليها. وبعد ما وصنعها كده في الراس من فوق هيبقى دا شكلها. ممكن تعلقها في شنطة تعلقيها في المفاتيح. تعمليها كده لعبة للاطفال. ستكبر حجمها شوية. هيبقى شكلها تحفى. يارب الحلقة النهاردة تكون عجبتكم. وما تنسيش تعملي لي لايك على الفيديو. واشتراك في القناة لأول مرة تتابعيني. وتفعيل الجرس عشان يوصل للك كل جديد.